أعلن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة المنوفية ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع منتجات الألبان من مواد مجهولة المصدر وضر بسلامة وصحة المستهلك وذلك قبل تداولها بالأسواق مستخدما أسماء كبرى العالمات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق وفي السياق المتصل تمكن مأمور الضبط القضائي بفرع الجهاز بالمنوفية بالاشتراك مع مدرية الطب البيطرية من ضبط ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي معدى للبيع في الأسواق في حملة رقبية موسعة